اشتركوا في القناة لا أرباب ولا صائقين في قطعة سيارة أجراء السعيد الوطني وقلنا على أن هذه ليست إجراءات التي تتلزم غير صائق المياني وإنما هناك متدخلين أخرين كالتأمين كأصحاب المأدونيات الغاز والكذلك لأن هذه نقطة مهمة تم إغفالها في القرار السيد وزير داخلي اليوم نعيش في صراع خطير جدا ما بين الزبناء وما بين الصائقي المياني الموضوع دي التعريفة هو موضوع كيستحضره الصائقي الميانيين خلال السنة الفريطة اللي كانت فيها وحد المعاناة حقيقية ومآسي ومشاكل كبيرة جدا في هذه السنة الجديدة كانت فكير دي الصائقي الميانيين أنهم يحاولوا إلقاء صياغ طبيعة الحال مع النقاش معنا في المقر مع المنخارطين في قطاع سيرت الأجراء لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الجهة ولا على المستوى الوطني يعني لا بدت تكون صياغ مناسبة باش ما يتضررش الميانيين في هذا القطاع موضوع التعريفة كان بالتراضي في جائحة يعني في سنة 2020 فوق جائحة كورونا كان بالتراضي ما بين الزبناء وما بين المواطنين لأنه المهني كان يعني دائما يطلب من المواطن بأنه راح تخفض عدد الركاب ما فيه ربح فيه مشكل كان تراضي ما بين السائق المهني وما بين الزبناء اللي كان زيادة واحد زيادة اللي تحملوها بجوج للسائقين ولا المواطن لأنه الدولة إلا بغينا نفرضوا إجراءات وقائية أو إجراءات قانونية ومساطير فلابد ما يكونش الدرار لا عند المواطنين ولا عند الميانين وهذا السائقين الميانين رات يدير المزعوط بنفس ثمان نجيبه كي يخلص الدرائب كي يخلص التأمين والمواطن سيعرف بأن التأمين راح مصرحين سائقين الميانين بستطلب الليس وهذا استطلب الليس الثلاثين ثلاثة اللي نقصو شكون يعني شكون غادي أديهم شكون غادي أدي التكاليف ديالهم هادو الأمور وضحناها في عدة مناسبات خلال جائحة هادو الأمر اللي تخلق فيه مشكل بشي عرفوا المواطنين أن الدولة محتار ماتش لمبادئ والتفاق والتزامات ما بينها وما بين الميانين في هادو القطاع ولا قطاعات أخرى قطاع سيادة أجراء لما لاحظها لأنه تم إعطاء انطلاق على واحد الشريك منافس قوي مدعم من طرف الدولة اللي هو النقل الحاضري والتراموهاي يعني يخرج بواحد لشكل مفاجئ للميانيين معلهم أنهم كانوا ينتظروا من الجهة المسؤولة وعلى رئيسة وزارة الداخلية أنها غادت غادت تضمن لهم وغادت حصل لهم الحقوق ديالهم ولكن للأسف خلت الأمور كيف هي ما كانت تحرك ما كانت تجاوب طبيعا نحن كيف ما كتلاحظوا وجهنا رسائل للسيد وزارة الداخلية والسيد والجهة الدار بدستات ونبدأنا الخطورة لهذا الأمر وباش تعود الأمور إلى نصابها ما يمكنش النقل الحضاري يخدم بالسوشارج والتراموي كذلك بالسوشارج ونقل قطع سيات الأجراء يعني يتم الحصار عليه بثلاثة المقاعد أو ربما زيادة بمقاعد أو جوجة المقاعد هذا ليس بحل هذا فيه يعني هناك خطوات ومبادرة من المهنيين باش ترجع التعريفة الأولى ولكن للأسف هناك إكراهات لأن كان بعض المناطق اللي تسمح لها عفون باش تهزدت البلايس وكان بعض المناطق اللي هي خارج المجال الحضاري اللي هي فيها شديد المراقبة بالمقاعد المنصوصة عليها في المقرار هذه القانون الطوارئ أو القرارات اللي هي تجد في كل لحظة من طرف الحكومة والسلطات المحلية وصيالية فأنا أؤكد من هذا المنبر رسالة السيد وزير الداخلية ورئيس الحكومة هذا القطع هو قطع متضرر متضمر يعيش مآسي حقيقية ومن المآسي الحقيقية هي المنافسة الغير الشريفة يعني المنافسة نقل الحضاري نقل السري بكل أشكال المجال اللي تشتغلوا فيه العدد المواطنين بالتطبيقات كذلك نعتبره نقل سري غير غير مرخص بيه إذن هذي كلها إكراهات ومشاكل نتمنى الأخذ بعيد الاعتبار بها لأنه الساقيق المهني يعيش الدارة ما تنساش ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر